قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأيقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان واتفق عليه فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون